السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء سنة تلتة عدادي. اسعد الله اوقتكم بكل الخير. في حلقة النهاردة عايزين نلخص قصة طموح جارية. شجر الضر. للترمي التاني في حلقة واحدة نفهم هي بتتكلم عن ايه? علشان نعرف نجاوب على السؤال في الامتحاد. لايك للفيديو. تعالوا مع بعض بقى نبدأ من اول الفصل التاسع. نعرف القصة بتتكلم عليه. بيقولنا في الفصل التاسع بعنوان الوحدة طريق النصر ان الشعب العربي كان غضبان. لماذا? ليه ما غضب الشعب العربي? الحاجات المهمة بقى هشدلك تحتها خط. تحفظها. ليه غضب الشعب العربي? بسبب الفركة والانقسام. وبسبب الخلاف الناشط بين الحكام. يبقى الشعب العربي كان غضبان بسبب الخلاف اللي كان ما بين الحكام والامراء. وكان بيتحاصر. بيتحاصر على ايه? بيتحاصر على القوة اللي مهضرة اللي بيضيعوها في الحروب ما بينهم. وسايبين الفرنج بيحتلوا البلد. يبقى عرفنا سبب الغضب. وسبب الخاصرة. واتمنوا. اتمنوا ايه? اتمنى المخلصون من الشعب ده ان الحكام تمنى لو ان الحكام يتحدوا. والجهود بتاعتهم دي يوجهوها للفرنج لمحاربة العدو. وعلشان كده اتكون كم جامعية? جامعيتان سريتان. كانوا موجودين فين? واحدة في القاهرة وواحدة في دماشق. عايزك برضو تكون عارف ايه الاسباب المبررات اللي قدت لتكوين الجامعية. ليه تكونت? اهو لبث. تعمل على بث الكراهية للفرنج. ومن يلوز بهم. وعلى توحيد الصفوف وتعبئة القلوب ليوم الفاصل. يعني يكرهوا الناس للفرنج ويخلهم يستعدوا اليوم الفاصل اللي هو يوم الايه? يوم الحرب. طيب يبقى احنا كده عندنا كم جامعية? اتنين. جامعية الكاهرة. مين بقى من البارزين في جامعية الكاهرة? نحفظه طبعا. ابو بكر الاماش. ايه الدور اللي عمله ابو بكر الاماش? التجر المصر الشهم ده? اهو راصد جزءا كبيرا ما ثرواته الواسعة. للجهد في سبيل الله والوطن. وقام بدور كبير جدا في التهيئة لعودة نجم الدين لحكم مصر. يبقى ده في جامعية الكاهرة. والجامعية التانية كانت فين? ايوة في دماشق. جامعية دماشق. كان مين من البارزين في جامعية دماشق? الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. العالم الكبير. يبقى احنا عرفنا في جامعية الكاهرة ابو بكر الاماش. وفي جامعية دماشق عز الدين ابن عبد السلام. الشيخ عز الدين ابن عبد السلام كان معروف بايه? بصراحة ايه? باقدامي. يعني بشجاعاتي. تمسك بالحق. ومواجهة المخطئين باخطاقهم. ما بيخافش من حد. لا يخش سواء الله. بيخافش غير ربنا. الاتصال كان ما بين الجامعيتين وانصارهم كان بيزيدوا. وكانت جامعية سرية لحد ما تولى نجم الدين بقت جامعية ايه? بقت بتجهر. بتجهر برأيها وانصارها بيتكسروا. يبقى عايزين برضو نعرف هنا موقف نجم الدين وشجر الدر من جامعية الكاهرة. اقول له ان شجر الدر شجعتها وامدتها بالمال. طيب ونجم الدين خزيت هذه الجامعية بتأييد السلطان ودعمه لجهودهم. والسلطان نجم الدين. اهو كان نجم الدين نموذج طيب للحاكم المسؤول عمل ايه? بيقول لنا اجتهد في اصلاح البلاد. ورد المظالم. تثبيت قواعد المملكة. تعمير ما افسده العادل وحشيته. السؤال ده بيجي كتير برضو. طيب السياسة دي عجبت الحاقدين? لما يجي يقول لك ما موقف الحاقدين من سياسة نجم الدين? السياسة دي لم ترك ما عجبتهمش. لم ترك في اعجون الحاقدين. عملوا ايه? عملوا على هدمها. واجتمع كمان اجتمع عليهم كل حاسد وناقب. والسلطان كان غافل? لا طبعا لم يكن غافلا عن هؤلاء الحاقدين. ايه السبب? لم يجي يقول لك كيف كشف السلطان الامراء الحاقدين? وعمل بهم ايه? وماذا فعل بهم? كشفهم ازاي? اهو الاجابة كان له عيونه. كانت له عيونه. اللي بينقلول الاخبار. اللي يوافنه بكل كبيرة وصغيرة. يبا دي الطريقة اللي كشف بها مين? كشف الامراء الحاقدين. طيب ولما تأكد ماذا فعل بهم? قبض عليهم. صادر املكهم واموالهم. قتل عدد منهم. ومن لم يدركه. اللي ما لحقوش هرب. فر الى دماشك. والتجأ انضم للصالح اسماعيل. وداود ماذا فعل داود? خرج خائفا ان يصنع به ما صنع بالامراء. ورجع الى قلعته الكارك. ومعه مين? وارد المنا نور الصباح وسوداء. طيب ولما عارف الصالح اسماعيل اللي عمله السلطان يجمدين بالامراء واللي بيستعد بيه اعرف ان هو جايله. فقالت غدى بيه قبل ما يتعش بيه. واللي بيستعد بيه الجنود اللي عنده والاسلحة والزخائر والسفن الحربية خاف طبعا. اشتد فزعه. وبيت امره قال ان انا لازم الحى انا انا اللي ابدأ. مبادرت انا اللي ابدأ. مبادرت نجم الدين قبل هو ما يجيلي. فرح جاي اتفق مع مين? اتفق مع الفرنج. اتفق معهم ان هما ينصروه على نجم الدين. واعمال حقد والخوف فقدم لهم قال لهم كل اللي انت عايزينه. قدم لهم ما اراضوا من البلاد تمن لتلك المعونة. وعقد اتفاق تاني مع مين? اتفاق مع صاحب حمص. مع صاحب حمص. وصاحب حلب. يعني امير حمص. وامير حلب. واتفق مع الفرنج. وهنا بيقولنا الخبر ده تارى خبر هذا الاتفاق العجيب الى مصر. اتفاقه يعني مع الفرنج. فهبا عايزين بقى نعرف موقف اعضاء جامعية الكاهرة. هبوا يستصرخون المسلمون. بيدعوا بقى للجهاد والتطوع بالنفس والمال عشان يحاربوا مين? اسماعيل. وشجر الضر زودت العطايا الهبات للجامعية. فزاد النشاط. والاغنياء بيتبرعوا بالفلوس. يبقى ده في الكاهرة. طيب في دمشق برضو غضبه غضبا شديدا. اشتعلت الصدور وزاد غليان. اه السؤال ده مهم. ايه اللي زود غليان الصدور فين في دمشق? لان اسماعيل مش اتفع مع الفرنج بس. لا ده كمان ده ازنة للفرنج مهمة دي برضو بتيجي كتير. ازنة للفرنج بدخول دمشق وشراء السلاح منها. واندفع يبقى ده اللي زود غليان الصدور. واندفع هؤلاء الفرنج الى السلاح وادوات الحرب بيبحثوا عنها في كل مكان وبيشتروها باي تمن بما يعرض اصحابها من غالي الاسماء. فبسبب ده ماجهة القلوب في الصدور وهرع الناس الناس راحوا لمين بقى? للعلماء. بياخدوا الفتوى يستفتوهم ياخدوا رأيهم في الجريمة دي. طبعا احنا عرفنا مين من البرزين في جمعية دمشق? العز بن عبد السلام. فهنا العلماء عملوا ايه? افتوا بتحريم بيع السلاح. قالوا لا ده حرام بيع السلاح للفرنج. واللي يبيعوا لهم اسم خارج عن الدين مفارق للملة والجماعة. وكمان هنا بقى الشيخ العز هو الشيخ عز الدين ابن عبد السلام جهر بالفتوى بتاعته. ده طريع على منبر الجامعة والامة وفين? في دمشق. واعلن يبقى نركز هنا برضو ان الشيخ العز بن عبد السلام اعلن ان الملك من الملك ده? الصالح اسماعيل اللي اباح. اباح ايه? اباح ذلك? اباح ايه? اباح ابيع السلاح للفرنج. الذي اباح ذلك? خارج عن دين الله. ناشز عن الجماعة. لا يصلح ان يكون ملكا للمسلمين. ثم قطع الدعاء له في خطبة الجمعة. يبقى دي الفتوى بتاعت مين? الشيخ العز بن عبد السلام. كانت اينا تجيتها ان الصالح الصالح اسماعيل امر باعتقال مين? باعتقال الشيخ العز اعتقله. وهنا بيقول لنا ان الشيخ ابن عبد السلام ماهتمش طبعا. لم يبالي باعتقاله. فتح صدر الموت غير ااسف على الحياة مش مهتم. هو المهم ان هو عمل وجبه. ادى واجبه نحو ديني ووطني. بس انصار افرج عنه. يبقى الصالح اسماعيل اعتقله بسبب? بسبب الفتوى. اللي لسه ايه لها دلوقت. ايه الفتوى? لازم تحفظها. ان الملك الذي اباح بايع السلاح خارج عن دين الله. ناشز عن الجماعة لا يصلح ان يكون ملك للمسلمين. وافرج عنه بسبب? بسبب انصاره. انصاره الكثيرين انصار الشيخ العز بن عبد السلام خوفوا اسماعيل من نتيجة اللي بيعملوا ده واضطروه افرج عنه. بس اقترضوا الفين? مطروضا الى مصر. طيب. ولما اتم اسماعيل لما جهز بقى الجيش عشان عايز يحارب نجم الدين. وباتفاقه طبعا مع الفرنج. اتجه الى الى مصر. ومعه انصاره من الفرنج. وتقابل الجيشان. من الجيشين? جيش مصر وجيش اسماعيل. بس حصلت مفاجأة. ايه المفاجأة اللي حصلت? ان الجيش اللي كان مع اسماعيل جيش دماشق. جيش الشام. انضم الجيش مين? ايه ده? ده جيش اسماعيل بيحارب جيش مصر. وجيش اسماعيل الراح جاي انضم الجيش مصر. ده كان بتدبير من مين? اه فيه تدبير طبعا من جمعية دماشق. والاتنين انقضوا على الفرنج. بيقتلوهم وبيقتلو كمان اللي تبقى مع اسماعيل حتى كادوا ان يفنوهم جميعا. وقدر اسماعيل ان هو يهرب ينجو بنفسه الى دماشق. فرحت مصر طبعا بالانتصار العظيم ده. وشجر الدر كانت بتهني وتبارك للسلطان. ونجم الدين كان مع الجيش في الوقت ده? لا طبعا. بيقول له كنت اتمنى ان انا كن مع الجيشة شجر الدر. واشوف العدو هو بيهرب. بس هنا شجر الدر كان لها رأي تاني بتقوله لا انت تقيم في مصر. ما لكش دعوة انت بالجيش. تبعت جيشك هو ينتصر عليهم. وانت تركز في ميدان الاصلاح. لان ميدان الاصلاح اصلاح البلاد بعد ما افسده العادل لا يقل خطرا عن ميدان السلاح. فاقتنع برأيها طبعا وبعت الجيوش تنتصر مرة بعد مرة. وعاشوا في انتصارات لحد ما حدث الحادث الاليم. ايه الحادث الاليم بقى? اللي اصاب نجم الدين وشجر الدر بحزن شديد. طبعا عرفنا ان ابنهم خليل مات. مرض ابنهما خليل ولم تجد معهم محاولات الاطباء فقاضع نحبهم. يبقى الحادث الاليم هو موت ابنهما خليل. وبازل نجم الدين جهده في تخفيف الام شجر الدر. عمل لها ايه? رحلة نيلية لرؤية اثار مصر في جنوب الوادي. ورحلة لاحضان الريف في الشمال. كل ده كان بيهون بيخفف عليها الام فقدان ابنها خليل. لحد في يوم في امسية من الامسيات جالوا رسالة ولما قرأها اتغير وجهه اتعكر مزاجه وصحفي غضب لن تشرق الشمس. الشمس مش هتطلع لحد ما اطير الى مين? الى اسماعيل. يبقى هو كان في مصر ودلوقت هيطلع على دماشق على حمص. لا يريد ان ينتهي. بيقول لنا اسماعيل هجم على? اه اسماعيل الهجم على على حمص. لا يريد ان ينتهي الا بنزعف وادي. سارده هقاتله. هدده بالقاتل. سارده مورد الهلاك. هو مين? هو سوداء. وارد المنى ونور الصباح. وخرج بجيشه الى? الى دماشق. كان فين? في مصر. راح فين? دماشق. في الفصل العاشر بقى الحاجب اللي هو الخادم دخل عليه بقى هو فين دلوقت? دخل عليه هو في دماشق. وهو في مخدعي بقلعة دماشق. وبرحت به العلة. بيستأذي اللي مين? تاجر. تاجر كبير من تجار جزيرة سكرلية. رفض ان هو يصرح باللجاء من اجله. ولازم يقابل السلطان. عايزين نعرف برضو هنا تفسير الحاجب ده وتفسير شجر الدور. بيقول له بيحمل ايه التاجر ده? قال له معهوش بضائع. مفيش غير رسالة. وبيقول له طب ايه علاقة التجار بالرسائل? مفيش طبعا. قال له تفسير بقى الحاجب ههو? تفسير الحاجب. بيقول له يمكن بيكون بيحمل توصية. يبقى تفسير الحاجب ان الرسول ده يحمل توصية في صفقة يريد ان يعكتها مع نجم الدين. طيب ورأي شجر الدور? قالت له لا يمكن يكون جه في امر خطير غير التجارة. وممكن يكون ده كبير رجل كبير من رجال ملك سكرلية. وجيف زي التجار في شكل التجارلي. يحكم التخفي. علشان يكون بعيد عن مواطن الشبهات. فالملك مال مين? مال رأي مين? ارتاحت نفسه لرأي مين? اكيد طبعا لرأي شجر الدور. والسبب لان العلاقات بين نجم الدين وبين ملك سكرلية تقوم على المودة العلاقات الطيبة. وهم برضو سكرلية بيحترموا المعاهدة المعقودة ما بين ملك سكرلية ونجم الدين. فطلب من الحاجب ان هم يدخلوا الرسول ده. فلما وقف الرسول وادى له الرسالة رسالة ملك سكرلية كان مضمون الرسالة ان في حملة فرنسية ضخمة متجهة لمصر. واشترك فيها الكتير طبعا من الفرنج والطامعين في بلادهم. والحملة دي بقيادة مين? بقيادة لويس التاسع بنفسه. ملك فرنسا وجاي بعادته كلها. جاي على اقامة. معها زوجته واخواته اتنين من خواته روبرت ارتو وشارل كونتا انجو. واتنين من ابناء جاي بالعائلة كلها. ده اللي خلى الملك نجم الدين بيتمال مال في فراشة والغضب يهز. وبيقول لنا ان الاتجاه الاول كان المفروض الحملة دي كتراحة فين? بيت الماقدس. بس غيرت اتجاهها الى الى مصر. اجمعوا ان مصر احق بالغازو من بيت الماقدس. والسبب احفظ ان مصر بموقعها بتحمي ظاهر العرب ضد الفرنج بفلسطين والشام. بتغزب مواردها جيوش العرب بالرجال والمال. وحددوا كمان المكان في مصر حددوا دوميات. ليه اختاروا دوميات? علشان ينتقموا. ليضربوا العرب فيها. ينتقموا من طردهم من ها من قبل. وكمان لان دوميات ورقة رابحة. يمكن استخدامها يساوموا عليها بمدينة القدس. عايز تاخد دوميات خدها بس يدينا القدس. لو السلطان نجم الدين عرض الصلحة زي ما عرضه الكامل قبل كده. غير كمان ان الاستلاع عليها تلاتة ان الاستلاع عليها بيساعد البيوت التجارية الاوروبية ان هي تساعد الحملة ان هي تنتصر. والويس التاسع كان متأكد انه لو فتح مصر اهمية فتح مصر انه لو فتح مصر هيقدر كمان يفتح الشرق كله. دي مفتاح الشرق كله. ويسهل عليه بعد كده انه يفتح القدس. وينتزع ما باقية من بلاد الشام. بيقول له خلاص خد بالك الحملة خلاص في الطريق. الحملة ابحارت ابحارت الحملة ايها الملك. انا حبيت اعرفك اخطرك علشان تاخد حذرك. تاخد حذرك. واحنا معاك. احنا بنحترم العهد اللي ما بيننا. والويس تعب معايا علشان انقض الاتفاق مع نجم الدين. اتفاق معاكم وانضم اليه بس انا رفضت طبعا. وبعد ما استنفد كل وسائل الخداع لجأ للتهديد ولكن هيهات بعدا. مش هيقدر طبعا يخليني اخالف العهد اللي ما بينه بينكم. نجم الدين طبعا غضب غضب شديد واعد يهدد الفرنج ويتواعدهم وشجر الضر كانت بتهديه. خايفة ان الغضب مع المرض مع العلا اللي عنده يزيد مرضه. واعدت تهديه والتفت الى الرسول وحمله جزيل الشكر. الرسول الرسول ملك سكلية. وكافؤه. كافؤ ازاي? امر له بجائزة كبيرة. وخلعة غالية. وبعد معاه برسالة كمان تقدير للملك ملك سكلية. وامر بعدها بايه? امر بان يطير الحمام بالخبر على طول لمصر. وامر كمان نادوا في الجنود يلا بالرحيل من الغد الى برافو دمياط كان في دماشق. فخرج الرسول وبقي وهو شجر الضر قاعد ويتكلمه. بس هنا الاشفاق. كانت بتشفك عليه من ايه? بتشفك عليه من طول الطريق. طول الطريق اهو الطريق طويل طول الطريق الى مصر. فهو قال لها الطريق اللي هيسافر بيها قال لها انا هسافر انا هسافر محمول على محفة على خشبة. لان نجم الدين بيحب الجهاد. اتخلق للجهاد في سبيل الله. اعز امانيه. اكتر امنية عنده ان يموت شهيد ما بين الاسنة ما بين الرماح هو بيحارب. طعم الموت عنده في الحرب احسن طبعا من طعم الموت في الفراش وقال لها انا سأحمل في محفة على خشبة. ما تخفيش المحفة هتكون سرير ناعم ما حسش فيه بتعب ولا مشاك. لان الامان القوي هو اللي هيزلل الصعاب وهيحيل هيحول القتاد حرير بيقول لها انا لازم اشهد المعركة على رأس جيش. ليه? ليدفع بروحه وعزمي. لان روح الجيش من روح قائدة. عايز يحضر يشهد المعركة علشان يدفع الجيش بروحه. وكمان يشهد النصر العظيم. وكمان يرى سيفه وهو يجز عنق لويس المغرور. عايز يحضر علشان يقطع رقابة لويس ده ويدي الفرنج الدرس الاخير. وبيقول لا ربنا مش هيحرمني من ذلك المنظر البهيج. ففرحت طبعا شجر الدر. ولما نجم الدين لقاه فرحانة بيقول لها انت كنت خايفة ان نجم الدين يتخلف حتى يبرأ. ما تخفيش نجم الدين يتولد على صهوة جواد وهيموت. حيث هو ولد هيموت برضو. وهو بيحارب. ما تخفيش يا شجر الدر. وتاني يوم ما طلعش النهار لم يشرك الصبح وكان نجم الدين في المحافة متشال على الاخشاب على الاكتاف. بيطوي الطريق الى مصر. لحد ما وصل الى اشموم طناح. هيدير المعركة منين? من اشموم طناح قريبا من ضمياط. ومن هناك سيدير المعرك. وفي الفصل اللي بعد كده بيقول لنا اهتزت القاهرة ومصر لذلك الخبر. مين الخبر? هالسائلين مجيء الحملة الفرنسية الى مصر. هنا بقى في الجزء ده عايزين نعرف استعداد الجنود والناس لمواجهة الفرنسيين. وعايزين نعرف برضو الدور اللي عملوه الخطباء في المساجد. وعايزين نعرف دور المقاهي الشعبية. بيقول لنا برضو ان الناس كانوا بيروحوا للمساجد بيستمعوا لخطب الخطباء. كانوا بيعرضوا طبعا من كتاب ربنا الايات اللي بتشجع على الحرب على الشجاعة والاقدام والضرب بيشجعوا الناس لمواجهة الفرنسيين. من خلال القرآن الكريم والاحاديث وبيعرفوهم اهمية الغزوات اللي الرسول عملها والمجاهدين والشهداء والثواب اللي بيحصل عليه الشهيد. طيب ايه دور بقى المقاهي والمجتمعات الشعبية? كانت برضو بتمتلق بتفيد باناشيد الحماسة والاقدام والشعر برضو اللي بيستخانهم ويشجعهم لمحاربة الفرنسيين. طب الجنود اهو الجنود برضو هبوا الاسلحتهم. وامتلى جبل ياشكر بالمجانيق. جبل اسمه جبل ايه? يا اشكر بالمجانيق بالمدافع اللي بتتجرب لتحمل في السفن. طب الناس ايه دور الناس? يبعرفنا دور الجنود اهو? والناس عملوا ايه? بزلوا كل ما استطاعوا من مال بسخاء. وكمان ده اتطوعوا في الجيش. زهب كتير منهم للامير. حسام الدين ده زي محافظ جدا القاهرة. زهبوا لحسام الدين بيعرضوا عليه نفسهم وبيتمنوا ان يأزلهم في لقاء المعتدين. وما يحرمهمش من رضا ربنا. بس هو كان بيختار منهم اللي يقدر من يطيق الحرب اللي يقدر على الحرب بس فبيخليه ينضم للجيش. وبيرجع غير القادر بيرفض طبعا غير القادر فكانوا بيرجعوا باكين منتحبين. فلما اقبل الحمام بالرسالة بتبشر خلاص ان السلطان نجم الدين بقدوم السلطان كان كل شيء كل حاجة كانت جهزة. واول ما وصلت السفن بالرجال والعدد والميرة لوه الطعام الناس كلها خرج الجميع بيحيوها رفع الاصوات بالدعاء بيدعو لهم بالنصر. السلطان نجم الدين بيتشاور مع شجر ضر. مين افضل? مين احسن حد يتولى مهمة قيادة الجيش? اتفقوا على مين? على فاخر الدين. فاخر الدين ابن شيخ الشيوخ. فاستقدمه طلب السلطان سلطان نجم الدين وقلده هذا الشرف. عينه خلاص. قال له انت هتكون قائد الجيوش يا فاخر الدين. ودرس مع الخطة. قال له ايه الخطة? راكم واحد يا فاخر الدين. تم لضميات بالاسلح والزخيرة والاقوات الاكلة. يا فاخر الدين. تتحاشى ابعد عن كل الاخطاء السابق. اللي مكنت الفرنج قبل كده من انهما يعودوا في ضميات حتى لو وقتوا قليل. حتى فل الله عزائمهم وكسر شوكتهم وردهم على اعقابهم. قال له سامعا وطاعة. يا مولاد. يتم كل شيء بازن الله على ما يرى. اتعرف يا فاخر الدين ان الخطأ? اهو هنا بيقول له ان الخطأ في الغزوة السابقة اللي كانت في عهد الملك الكامل. ايه الخطأ? عدم تزويد ضميات بالزخيرة والاقوات اللي تقدرها على السبات اكتر مما ثبتت. يبقى يا فاخر الدين تم لضميات بالاسلحة والزخيرة. قال له ماشي نعم يا مولاي انا عارف الخطأ وده مش هيكرر تاني. احنا طبعا عارفين بنعي فاهمين كل التجارب وبنبعد عن كل الاخطاء. قال له اتنين تنزل بجيشك على البر الغربي للنيل. ليه? علشان تمنع الفرنج ان هم اصلا يوصلوا لضميات. فاهم الدرس ده كويس يا فاخر الدين. قال له فاهمه. الانسان لا يلدع ما بتلدعش من جحر مرتين. بيتعلم من اخطائه. قال له نعم يا مولاي انا فاهم كل ده. ومش هيتكرر الخطأ ابدا. وبيقول له بعد كده انا كان نفسي انا كان نفسي انا اقود المعركة دي بنفسي. طب هو ليه صح نجم الدين ما قدش المعركة بنفسه جايب فاخر الدين. وهو بسبب المرض. قال له انا كان نفسي اقرب لربنا براس لويس انا اللي اقطعها. بس انا حاولت اقنع القطبة رفضوا. رفضوا بسبب المرض. بيقول له المرض وصل مني اقصى. ازاي هركب برجل المقطوعة. مش هيقدر طبعا يقود الجيش. حكم عليها المرض اللي عين بالبتر. وتوجه لشجرة ضر بيقول لها انا خايف. انا حاسست انها النهاية. بتقول له ما تخافش خلاص جيوشك قوية ومجهزة. والحصون. حصون دميات منيعة. والعدد عدة الحرب كتير. والجند كتير. المتحمسون كتير. تحت امرك طبع ارادتك. ومراء الممليك رهن اشاراتك. الشعب كله تحت امرك يا نجم الدين. فبيقول لها لا انا مش خايف من ده. انا حاسس خلاص انها النهاية يا شجرة ضر. انا خاسس اننا هموت. انا مش خايف من موت. بس انا خايف من ايه? هو كان خايف من ايه? ايوة. خايف من الفرقة والانقسام. انا خايف من الناس تتفرق من بعدي. انا عايز اعين حد. بيقول لها مش هنهرب من الحقيقة. كده كده انا هموت. انا مش عايز بعد ما موت الناس تتفرق. عايز اعين حد. انت شايفة مين? يصلح. اعينه من دلوقت. مش هنهرب من الحقيقة. الموقف لا يحتمل التسويف. الوطن غالي. اغلى من ان يسيبه نجم الدين دون ان يقيم بدله. من يقود هذه السفينة. علشان ما شلش زنبها. علشان نجم الدين لا يزهب بوزر اغراقها. فشجرة ضر بتطمنه بتقول له لا ما تقلقش انت هتكون معنا في المعركة. يطير سيفك رقاب الاعداء. كل يد من جندك هي يدك وكل سيف من السيوف سيفك. وبرضو رفضوا يختاروا حد مكانه. فبدأ نجم الدين ينصح فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. نصحه بايه? اهو بينصح لا تنظر الى شيء سوى وجه الله. ابعث في جندك من روحه. تقدم الجند تقدم جنودك الى الموقف العصيب يصبقوق اليه. يبقى في اول مرة شد على دايه في اول مرة النصح نصيحة نصحوا بايه? وتاني مرة بيحزروا. حزروا من ايه? اياك والشائعات. يبقى نصحوا بانه يتقدم الجيش. ولا ينظر لشيء سوى وجه الله. حزروا من الشائعات. قال له الشائعات ابعد عنها خليها تحت رجلك. اعلم ان الفرنج وصف الفرنج بايه? بانهم جبناء رعاديد. اخزر من الشائعات. وفي تالت مرة شد على يديه مرة سالسة وبيقوله بيدعيله بقى. يبقى هنا دعا له. اول مرة نصحوا. تاني مرة حزروا. تالت مرة بيدعيله بالتوفيق. بقوله ربنا يوفاك. وفاك الله. ايها القائد الشجاع المؤمن. وربنا يحقق املنا فيك. وادام عليك صفحتك الناصعة في سبيل الوطن. فليست هذه اول مرة. دي مش اول معركة لك. بل قمة جهادك. دي اعلى حاجة عندك. اعلى حاجة في الجهاد والبلاء. ربنا معانا. وكلمة اللذين كفروا السفلة. وكلمة الله هي العليا. فبعد كده رسول الفرنج. الفرنج بعتين رسول من عندهم بيهددوا الملك نجم الدين. رسالة من لويس التاسع. بيهدد نجم الدين. وبيطلب منه انه يستسلم. وبيطلب منه ان هو يبقى نائب. نائب للفرنج. علشان يرضى يرضى عنه. وإلا ان انت كده بتودي البلاد بيدك للبلاء. وهتكون على نفسك وجيشك. جنيت بيحذره. فبدأ برضو نجم الدين غضب ورد عليه برسالة. مضمونها ان احنا مش فارق معانا. انت بتهدد بكسرة جيشك. انما احنا احنا صحاب السيوف. وما فيش حد ظلامنا غير وخدنا حقنا. انا مهم ان هو رفض طبعا ورد عليه برضو برسالة اكبر. اول ما وصلت بقى رسالة المصريين وصلت للويس التاسع طار منهم الالباب طار عقله. فقد لويس الصواب اصدر الامر على طول ببداية الايه? بداية الحرب. بدأت المناوشة قبل الحرب قبل الاشتباك. بدأت المناوشة ما بين الجيشين قلاع ضميات متحفزة. وحصونها متطلعة. والجنود الجنود كانوا مستنيين الاشارة. اشارة الهجوم بالهجوم على لويس وحملاته. فخر الدين كان الان مهمة دي. ليه كان الان كان شديد القلق? بسبب? بسبب تأخر الازن بالاشتباك. كان بيقول لنفسه في شك. ليه اتأخر الازن? ليه ما تأخرت رسائل السلطان? الحمام تاه? ولا السلطان مات? طيب من اللي جيه مكانه? طيب اللي جيه مكانه? ما يعرفش ان الحملة خلاص نزلت قلقت مراسيها عند ضميات. وان المناوشة بدأت. ففضل المحتار. طب اعمل ايه? يبقى ويلتحم بالفرنج خلاص? ولا يرجع تاني الاشموم طناح علشان يشوف ما صنع الله بالسلطان? واين اتجهت الامور? ايه اللي حصل? والزنون خلاص هو الزنون وصلت له ان خلاص لا اكيد كده كده السلطان مات. وان المعركة ضارت ان في دلوقتي معركة ما بين الامراء. وفي خلاف دلوقتي على اقتسام بيقسموا الغنيمة دلوقتي. وانا شايف ان ما ينفعش دلوقتي افضل بالجنود امام الفرنج من غير قائد. وممكن يكون في مكان تاني افضل او السلطان الجديد يكون له رأي تاني. لازم ارجع اشارك في اختيار السلطان الجديد اللي هي يقدر على مواجهة هذا الموقف الصعب. فهو قرر ان يرجع ينساحب بيروح ينساحب الى اشموم طناح. كان الليل بيتقدم وفخر الدين بيتكهكر. بيسيب ضمياته بيرجع. رجع بالجنود اللي معاه وساب ضميات وغادرها بمن معه وراح الى اشموم طناح. الخبر انتشر في ضميات. عايزين نعرف بقى نتيجة انسحاب فخر الدين. على ضميات. عملوا ايه? فزعوا طبعا وخرجوا سابوا ضميات وهبى النائمون كل الناس صحيد وخرجوا هائمين على وجوههم. تركوا ضميات وحملوا ما استطاعوا من امتعتهم وغادروا ضميات. انما اهل الكاهرة فزعوا طبعا يبقى انسحاب فخر الدين من ضميات. كان له اثر على الشعب وعلى نجم الدين وعلى الفرينج. ان الشعب في ضميات الناس فزعت. وفي القاهرة فزع برضو اهل الكاهرة بس هنا كان فيه دور لحسام الدين والعلماء. هدوا الناس. يبقى هنا بيقول لنا برضو كيف واجهها حسام الدين والعلماء فزع اهل الكاهرة. بيقول لنا هبى حسام الدين ابن الشيخ بيهد. احنا عرفنا حسام الدين ده محافظ الكاهرة يعني. بيهد من روعهم واسرع الخطباء والعلماء بيقول لهم العبرة بالخاتمة. وهدوا الناس وانقلب الخوف الى امن. يبقى عرفنا اثر الانسحاب على ضمياته الكاهرة. طيب اثر الانسحاب على نجم الدين. ده غضب غضبا شديدا. ودعى فخر الدين وقدمهم للمحاكمة. قدمهم للمحكمة ليه? قدمهم لمحكمة من العلماء. علشان يتحكموا. بسبب اهو بسبب الفرار. بسبب فرارهم من ميدان القتال. طيب اثر الانسحاب على الفرنج. عرفنا خلاص على ضميات والكاهرة ونجم الدين. الفرنج احتلوا ضميات بعد ان غادرها الجيش وهجرها اهلوها. في الفصل اللي بعد كده بعد الفرنج خلاص ما دخل ضميات شعر لويس بان خلاص ربنا وفقه. بان التوفيق حلافهم. وانهم هيحققوا خلاص الحلم بتاعهم. الحلم الفرنجي الطامع في مصر. خلاص هيقدروا يسيطروا على مصر وعلى الشارك وخيراته. وبيسألوا نفسهم بقى عن المعركة اللي جاية مع العرب. جزء منهم كان بيقولوا ان المعركة اللي جاية هتكون موقعها رهيبة. وناس ثانية بتقول لا خلاص ده هم هربوا وخافوا. مش هيقدروا على لقاء الفرنسيين. وانه هيسلموا البلاد كما طالب الملك لويس في كتابه للسلطان. وجعلوا طبعا يرقصوا. وهم بيقولوا خلاص ده انا بيت المقدس. بيت المقدس قرب. وهنحقق احلامنا. ونجم الدين كان وصل فين? وصل المنصورة. ودخل المنصورة. ونزل بقصر المنصورة الكبير اللي كان مشيده. اللي كان بنيه. الملك الكامل. ايه الامر اللي اصدره? اهو اصدر امره بايه? اول ما وصل للمنصورة? اصلاح الصور المطلة على البحر. وستره بالاسطار. ونصب المجانيق عليه. وبسرعة بدأ العمل. وشرعوا في تجديد الابنية للسكنة. ونصب الاسواق. ودبط الحركة في المنصورة. ووصلت الشواني المراكب المصرية بالرجال والعدد. والناس المتطوعين من الشعب. من ارجاء البلاد. بيندفعوا من كل جانب في حماسة وعزمة. بيستعدوا تاني لملاقات الفرنج. الاستعداد الفرنجي شغال. والمرض بيزيد على نجم الدين. وشجر الضر بتكلم نفسها. وبتفكر ايه اللي هيحصل لو مات نجم الدين في الظروف دي. قعدت تقول لنفسها لأ. الوطن اهم. الوطن ابقى من الاشخاص. ده وقتك يا شجر الضر. انقذ البلاد من اعداء الله واعدائها. وبدأت تمسح دموعها. وتقول بتصبر نفسها. دي النهاية المحتومة. دي نهاية كل انسان. كل انسان عارف نهايته كلنا هنموت في الاخر. دي النهاية اللي كل انسان بيهرب منها. وبتبص للسلطان نجم الدين لقاته بيقول لها ما تخفيش يا شجر الضر. لا تجزعي. انهاضي لا تجزعي. اصبور يعني. وانهاضي قمي برسالتك. واحمي قلعة الشرق من الطامعين. فبدت لشجر الضر النهاية وضحت خلاص النهاية فبسرعة اصدرت الاوامر. خلاص السلطان كده حست ان السلطان خلاص هيموت. اصدرت الاوامر ان محدش يدخل عليه غير كبير الاطباء. وطلعت اشاعة نصحته بتتخسن يوم بعد يوم. لكنها جزعت حينما انطبقت اجفانه. خلاص وطلحقت انفاسه. خلاص السلطان بيموت. السلطان نجم الدين. جابت الطبيب بسرعة. فجيه بسرعة وفحصوا. قال لها لا خلاص. هو السلطان نجم الدين قضاء الله يا مولاتي ده هو مات. لا يفيد فيه دوائد ده ومش هيفيد. ولا يرده الطبيب مش هيرجع ودبر امرك خلاص. عايزين نشوف بقى القرارات اللي خدتها وعملته. ازدادت دموعها ولكنها لم ترفع صوت. وعادي ترجع التاني بقى بتشجع نفسها. ما هذا يا شجر الدر الوطن طبعا اولى. الوطن اولى بكل زر. لا دلوقتي وفاري. وفاري حزنك على السلطان. لحد المعركة ما تعدي. والكلام ده سلطان مات امتى? في ستمية سبعة واربعين هجرية الف ميتين تسعة واربعين ميلادية. المفروض في القصة التواريخ مش مكررة علينا. ترك السلطان الامر كله. السلطان ساب الموضوع كله لشجر الدر فما تأخرتش. علشان لما يجي قلنا اثبات شجر الدر حكمة المرأة وحسن تصرفها بعد وفاة نجم الدين. هنقول له ان هي اسرعت بدعوة فاخر الدين بن شيخ الشيوخ. هو ده اصلا مش تقدم للمحاكمة? ايوة. بس هنا شجر الدر رجعته تاني. وطلبت الطواشي جمال الدين محسن. ومعاهم الطبيب. وعدت تسألهم هل مات السلطان? هي اخبرتهم خلاص. اخبرتهم ان السلطان مات. بس لازم يكتموا الخبر. فقالت لهم ان السلطان مات. بس انتم مش هتقولوا كده للناس. انتم هتقولوا للناس ان السلطان لم يموت. لا ما ماتش. ولا يزال لسه ففراشه. بتزيله العلة. لسه تعبان. بس ان هو قرب على الشفاء. وبتقول لهم ان مين قائد الجيش? هي بتسأل وتجاوب. بتقول لهم ان قائد الجيش هو فخر الدين بن شيخ الشيوخ. وقررت كمان ان اللي هيتولى الحكم بعد نجم الدين ابن تورانشا. قالت ان هي هتستدعي تورانشا مع انها عارفة مطائش يعني. وان الملك مش هيستقيم له. الا انها مش عايزة تسيب للفرقة باب. مش عايزين نسيب باب للفرقة والخلاف لحد ما المعركة تنتهي. فبتأكد عليهم من السلطان? السلطان خلاص دلوقت. تورانشا ابن نجم الدين. وبتقول لهم سأرسل الي هذه الساعة ليقبل منين هو فين دلوقت تورانشا? فحصن كيف? السلطان ابن السلطان وارس الملك. وبأكد عليك هو السلطان مات? لا ما ماتش. السلطان عايش بس هو اللي وصى بان تتنقل ولاية العهد الابن تورانشا. هو مات. هي عرفتهم انه مات. بس بتحب تحفزهم الكلام اللي هيقولوه للشعب. هذا ستقول لنا للناس. وطلبت من فخر الدين ان يجمعوا الامراء والجنود ويبلغهم تحية السلطان الجديد واوامره. ثم اكتب الى حسام الدين. ده متولي القاهرة. محافظ القاهرة. ابعت له الاوامر دي. علشان ياخد العهد التورانشا على من عنده من كبار الدولة. ويدعي بقى التورانشا على المنابر بعد السلطان نجم الدين. ورجعت تسأل تاني. بأكد عليكم السلطان مات? لا ما ماتش. هيفضل كل حاجة زي ما هي. السمات اللي بيتحط عليه الاكل هيفضل داخل خارج والطبيب زي ما يكون عايش بالزبط. الاوراق الرسمية هتفضل تخرج برضو من عنده ممضية برضو. ازاي ده ميت? هتطمد ازاي? ايوما هبتقول لهم مش هيتغير توقيعه لان انا اعداد انا جهزت خلاص اللي يقلد الامضة دي. من يقلد زلك التوقيع تمام التقليد. لا يا شك من يراه انه بيد السلطان. وانما السلطان بقى ان يعمل في ايه? هيتغسل بيد الطبيب لوحده. ويتحنط. ويتكافن. ويتحط في صندوق. يتلف لف محكم. ويرسل في حراقة. يرسل الى قلعة الروضة. محدش يعرف حاجة خالص لحد ما تنتهي المعركة. وبتقول لهم انتو بتحبوا السلطان. طيب اللي بيحب السلطان تكريم السلطان يكون في ايه? في جهاد الاعداء. مش في البكاء عليه. ولا في مشهد يسير فيه الشامت والحاقد والمتربس. ازاعة موت هي اخفت خلاص. اخفت نبأ موت السلطان. لماذا? لان ازاعة موت السلطان تضعف الجنود. يبقى لماذا اخفت خبر موت السلطان? لان ازاعة موت تضعف الجنود. تفرق الجماعة. تقوى ساعد الفرنج. واذا احكمنا الامر كان ذلك لو احنا اخفينا خبر وفاة السلطان هيكون من اكبر عوامل النصر ان شاء الله. ومشيت الامور زي ما رسمت لم يتغير شيء في احوال الكاصر ومحدش عارف حاجة. لحد ما المتربسين اللي بيتطلعوا للسلطة بدأوا يدسون من يتعرفوا بدأوا يخفوا اللي يتعرف لهم الحقيقة. والفرنج بيشموا الاخبار لحد ما خبر موت السلطان اتصرب ووصل كمان للفرنج ففرحوا جدا. وده وسط القائد واول معرف خبر موت السلطان اعلن التحرك الى المنصورة من ضمياط. وفي الفصل التلتاشر وبعد تسريب خبر موت السلطان نجم الدين وتحرك الفرنج للمنصورة. هنا لويس التاسع بيبعث رسالة لزوجاتي. لمين? لمارجريت. بيبعث لها رسالة. ايه مضمون الرسالة? بيعرفها انه حقق انتصارات عديدة في مصر. انه تحرك من ضمياط لحد ما وصل فراسكور. وبجانبه ماشي بجنب المراكب الضخمة اللي ماشية في النيل. ودخل فراسكور بعد قتال مرير ما استسلموش. ده بعد قتال مرير ادروا ادر لويس التاسع ان ينتزع هذه المدينة. واقتنعوا بعد هذه المعركة مع فراسكور انه هم واهمين. ان العرب مش خايفين. وامتلك بلادهم حاجة مش سهلة. وبيعرفها برضو انه هم انطلقوا مسرعين الى في طريقهم للمنصورة. ما فيش فاصل ما بينهم وبين المنصورة غير بحر الاشموم. وبيفرحها بكسرة الجنود كسرة جنودهم. وبيقول لها عن اسرار العرب انهم لا يريدون ان يلقوا السلاح ويرفعوا مش عايزين يستسلموا. وهم صممين على الدفاع عن ارضهم رغم ان هم شايفين عددنا الكتيرة وحماسنا وقوتنا. وبيقول لها هم قدامنا احنا شايفينهم شايفين هم بعنينا. وانا قررت ان هلتحم بهم. ولو سقطت المنصورة اه ايه اهمية بقى سقط المنصورة. لو سقطت لن يبقى امامنا الى القاهرة مش هيكون خلاص في اي حاجة تمنع للوصل للقاهرة. بيقول لها ما تقلقيش يا مالكة الشرق. زي ملكة الشرق يعني مارجريت. ايوة ما هو بيقول لها احنا هنحتل الشرق وانت هتبقى الملكة. هنوصل الهدف. وان كان الوقت اللي انا حددته للوصل للقاهرة هيتأخر شوية. هندخلها قبل انتهاء هذا الاسبوع استعدي. وبيبدأ برضو في رسالته المارجريت بيكلمها عن جمال الجو في مصر. طبيعة مصر الساحرة وحال المسلمين في رمضان. بيقول لها كل اللي بيزيد كل اللي بيقلقوا. اللي بيزيد قلقوا صوت القرآن. بيقول لها ان في الليل بيوجع قلوبنا بايات القرآن. ربنا يوجع قلوبهم طبعا. وبيحكي لها عن الصيام. بيقول لها انهم بيصوموا من بداية النهار لاخر النهار. بيقول لها نسيت ان انا كمان اكلمك عن المرأة العجيبة. بيكلمها عن شجر الضر. مهمة برضو. بما واصف لويز شجر الضر في خطابه لمارجريت وصفها بانها شيطانة خلقت من حديد لا تكل. ولا تمل تضع الخطط وتوجه المملكة في جميع شؤونها بدقة واحكام. بيقول لهم لسه بيقنعوا الناس ان السلطان في السرير لم يموت خيهم يتمسل الشفاء. بيقول لها شجر الضر دي هتبقى الجارية بتاعتك. ستصبح بعد قليل جاريتك. هقدمها لك هدية النصر تزليها بقى برحتك. تزليها وتزل المسلمات وتكسري انفهم المتكبرة. لويز بيقول لها لويز يا مارجريت هيملك مصر وهيملك الشرق. انتظر يا اخبار صار. وفي الوقت ده شجرة الضر بقى كانت بتستعد للمعركة. بيقول لنا شجرة الضر قامت بضوء مهم جدا في الاعداد للمعركة. وضح ذلك. هنقول له انها كانت بتعمل دائبة الحركة. سريعة الحركة. كانت بتعمل ايه بقى? بتشجع الجنود. بتدفع الخطباء. مهم برضو. الدور اللي عملت به للاستعداد للمعركة. بتشجع الجنود. بتدفع الخطباء الى القول. بترسل الاخبار للبلاد. بتتلقى الانباء من جوانب المملكة. بتعود الابطال بالجوائز. وبتدفع الفدائيين للعمل. وبفضل عزمها وثباتها وروحها. الناس بقت نشيطة للجهاد. نشطة الناس للجهاد. ده النتيجة. نتيجة ما قدمته. نتيجة الاعداد. نتيجة العزم. نتيجة الاجتهاد والتشجيع. الناس بقت نشيطة للجهاد. ازدادت فرق الفدائيين. واتحلفوا على الموت في سبيل الله والوطن. وانطلقوا بيسبحوا الى الفرنج. بيهجموا عليهم. بقى فيش تباكات ما بين المجاهدين وما بين الفرنج. بيهجموا عليهم في اسطار الظلام بالليل وبالنهار. بيخترعوا الحيل اللي بيخدعوهم بياها ويصطدوهم يتصيدوهم ويعودون بهم الى مضاربهم. لم يضيعوا ساعة ولم يغفروا اللحظة. حتى بعد رمضان مخلص. حتى في يوم العيد. كانوا بيكملوا نشاطهم بعد الصالة. والتخموا مع الفرنج في معركة غنموا فيها مغانم كثيرة. وقتلوا كثير من الجنود. وكان ما بينهم الجنود ده قائد. قائد من كبار القواد. وجزع حزن لويس لفقده ايما جزع. وشجر الضر كانت بتتلقى الاخبار الحلوة دي والطيارة الى القاهرة. لماذا كانت ترسل هذه البشائر هذه الانتصارات الى القاهرة الى المساجد والمجتمعات في القاهرة? لكي تتلى في المساجد والمجتمعات لكي تقوي القلوب. وتهدئ النفوس. وتحمس اللي متأخر عن الجهاد. فيسرع بالسير الى المنصورة لكي لا يفوتوا ذلك الشرف. ويهي الانتصارات بقى اللي احرزها المسريون على الفرنج في شهر شوال? بيقول له كل لما يعملوا انتصار بيعرفوا على طول شجر الضر. طار البشير بيبشر شجر الضر. بيقول لها يوم سبعة من شهر شوال. هجم ناشينية كبيرة مركبة مركبة كبيرة فيها ميتين راجل من الفرنج. وبينهم كنت يعني قائد كبير واثرناها. وفي نص شوال ده سبعة. في نص شوال خمستاشر شوال. التحمنا بهم في البر في برهم. واثرنا منهم اربعين فارس. في اخر شوال بيقول لنا برضو احرقنا سفينة كبيرة. كل دي الانتصارات احرقنا سفينة كبيرة من السفن. التحمنا معهم في معركة. فوزنا برضو. كل دي الانتصارات على الفرنج. وشجر الضر بتاخد الاخبار دي. وتبعاتها. هي والاسرة. لفين? للقاهرة. افواج وراء افواج. ليه? ليطاف بهم في الشوارع والازيق. ليعلوا التكبير. وترتفع الايدي بالشكر لله. والدعاء له ان يتم النصر ويهزم الاعداء. لعد ما شاف اللويس ان هو بيخسر رجالته كلها واحد وراء الثاني لو استمر على الحال ده. وشاف انه لابد من معركة. لازم بقى معركة. لتقابل فيها الجيشين. جامع القواد. يبقى هنا هنعرف برضو. لماذا جامع اهو. جامع قواد هو مهندسي. من اللي جامع لويس. لماذا جامع لويس قواد هو مهندسي? للتفكير وتبادل الاراء. واتفقوا على اتفقوا على ايه بقى? يقيموا جسر. قالوا احنا عايزين نعدي بحر اشموم. لازم نعمل جسر على بحر اشموم. نعبر من عليه. يبقى اتفقوا على اقامة الجسر. وطبعا بدأوا على طول هبوا الى العمل. اللي بيدفعهم الخوف طبعا خوف وامل. حتى اتموا منه وعملوا منه بعض امطار. شجر الدر كانت طبعا يقزة. لم تكن غافلة بما يصنعون. فهي برضو كمان جامعة القواد والمهندسين. انت هتجمع لوحدك انا. انا كمان اجمع القواد والمهندسين. ليه? لماذا جامعت بقى شجر الدر? اهو هنا بيتكلم عن شجر الدر. ليه جامعة القواد والمهندسين? لكي تدرس لدراسة الموقف. واتفقوا على ايه? ان هم يهجموا على الفرنسيين اثناء اقامة الجسر اول بول. قبل ما يتموا حاجة. وفعلا نفذوا الخطة والفرنسيين عجزوا عن اقامة الجسر. كما اشتد هجوم الفدائيين عليهم. واصار الضعر في قلوبهم. لويس كان حائر بيصيح قائلا في عجب. كيف هذا? اليس لهذا البلاء? هو ده ملوش علاج? واخيرا مهمة برضو. تفتقت ازهان الفرنج عن فكرة. ايه الفكرة? اللي تفتقت عنها ازهان الفرنج. ظنوها ستحميهم? اه الفكرة. يبنوا برجين كبيرين من الخشب. يبقوا هم كده بيبنوا الجسر. بيبنوا الجسر فوق بحر اشموم. قالوا نبني برجين. يحمون يعني برجين كبيرين من الخشب. يملوهم بالرجال. يحشدان بالرجال. والقظائف يلقون منها قظائفهم. ويحمون بها العمال. عشان يقدروا يحمي العمال اللي بيبنوا الجسر. وفعلا بدأ العمل. بقى الجسر بيتحرك. عشان يمتدر الشط التاني. وشجر الضر بتقول للقوات والمهندسين. ايه العمل? الجسر بيتحرك. والبرج بيتحرك. البرجين بيتحركوا. لازم لابد من الاسراع بيقاف ذلك الخطر. كان الجواب حاضر. قال لها ما تخفيش يا مولاتي مش هيوصلوا لاي حاجة. احنا هنقذفهم بالنار. هنولع فيهم. وفي الليل فعلا والفرنج شغلين في اقامة الجسر. والجنود بيحروصوا البرجين. والويس بيتعجلهم المصريين. شقت الجو ونار مستقيمة. رموهم بالنار. حولت الليل لانهار. اشتعلت الحرائق في معسكر لويس. وفي البرجين. وارتفع اللهب الى السماء. والمسلمين على الشط التاني بيهللوا لا اله الا الله. ويكبروا الله اكبر. وكان نتيجة ده ان اصابهم الهلع والفزع. واستولى عليهم اليأس. ووقف العمل في الجسر وخيم السكون على مضارب الفرنج. اعتكف لويس بقى بيفكر. وجامع القواد وقاعدين بيفكروا في حل. وقبل ما يوصلوا الحل جه واحد من اتباع لويس بيجري. بيقول له خلاص احنا لقينا حل. لقينا راجل هيوصلنا. هيخلينا نعدي بحر اشموم عن طريق مخاضة. يعني مكان فيه المية قليلة. يقدروا يعدوا منه. طب وده مقابل ايه? مقابل المال. والراجل ده عربي. ايوة من العرب. هيعمل ليه كده دي خيانة. ايوة ما والراجل الخائن العربي ده هيعرفهم طريق المخاضة. مخاضة في بحر اشموم مقابل المال. هيقدروا يعدوا منهم ويفجوا العرب ويهجموا عليهم. فصح لويس طبعا ما كانش مصدق. بيقول له انت شفت المخاضة دي بعينك. قال له ايوة. فبيبص الاخي اسمه ايه? اخو الويس اسمه دارتو. فقال له انت بسرعة يا دارتو بفرقة الفرسان هتختارك المخاضة. وفعلا اختارك المخاضة. وهيعبر بحر اشموم. وهيفاجئ العرب وهيشغلهم بالقتال عن الجسر. بيقول له انت هتروح تشغلهم. واحنا هنجد والمهندسين والعمال هيشتغلوا بسرعة يكملوا بناء الجسر. ونتقابل معك في المنصورة. ونهزمهم ونفتح الطريق للقاهرة. وبالفعل دارتو صار مشي بالفرقة بتاعتو ورا الخائن ده. اللي باع اللي باع زمته وباع وطنه بالمال لحد ما وصل المخاضة. وفعلا اختحمها. وفاجئ العرب ما كانوش طبعا يتخيلوا ان الفرنجي يوصل لهم لم الارض ولا مالسماء. وفاخر الدين ابن شيخ الشيوخ ما كانش مستعد. فاندفع بسرعة للفرنجي مفيش معاين غير بعض المماليك اقتحم في بسالة. بس هم التفوا حوله وقدروا يقتلوه. مات فخر الدين ابن شيخ الشيوخ فخره صريعا. من اللي قاتلو? ضردو. وضردو اندفع الى المنصورة. ده حتى ده وصل كمان لقصر السلطان في المنصورة. فصرخت شجر الدر في المماليك البحرية اللي بيحوص القصر. بتشجعهم ان هما ينقذوا شرف السلطان وزوجاته وجواريه. انقذوا شرفهم. طبعا حمستهم اندفعوا الى الفرنجي كان القائد بتاعهم مين? بيتقدمهم مين? بيبرس. ركن الدين بيبرس البندق داري. ده اللي هيقتل دارتو. وقبلوا الاعداء بسيوفهم هنا بيبرس بيوجه هجومه المين? لدارتو. وبعت فرقة لخارج المنصورة. علشان لما يجي يقولك ايه الخطة اللي عملها بيبرس. لمحاربة دارتو او للقضاء على دارتو. يبقى هنا اول حاجة عارفنا اللي تقدم المماليك بيبرس. ايه الخطة اللي عملها? بعت فرقة لخارج المنصورة. علشان تحصر المعتدين. تقطع اتصالهم بالقوات اللي مع دارتو. قوات الفرنج. وتحمي الطعن والضرب. وهو قدر يقتل دارتو. طعن دارتو. يبقى النتيجة ان هو قتل دارتو. وابادة من حوله وهروب بقية الجيش. وتمت ابادة كل اللي مع الكونت دارتو. واللي فاضل هرب. سابوا افاهم للرماح والسيوف تأكل منها ما تدركوا. عائدين بشوارع المنصورة والازق. الشوارع الصغيرة. وداخل المنصورة في معارك كتير بقى نشبت مع الفرنج. ملحمة بشرية دمية. كان الشعب بيحارب الفرنج باللي معاه باي حاجة. بقطبان الحديد. بالصواطير. بالسكاكين. باي حاجة بالحجارة. بالطب الاوعية. قد كل الشعب بيحارب الفرنج. والعرب قد جمعوا قواتهم خارج المدينة. وبسرعة اشتركوا كمان في ابادة الفرنج. مالوا بجسس الفرنج. الشوارع والازقة. لم ينجوا منهم سوى خمسة. مفيش نجا غير خمسة سبوهم يروحوا ينقلوا اللي حصل. الخمسة دول قيدة لهم البقاء علشان يخبروا الظالمين بجزاء الظلم. وعمال الفرنج. استغلوا فعلا استغلوا الفرصة. فرصة المعركة وانشغال العرب. ففعلا بدأوا في بناء الجسر. وكانوا قربوا ان هم يتموا. فلما وصلهم الخبر الحزين. خبر مقتل دارته. رموا بنفسهم في المية. سبحوا في فرق للشط التاني. وكان قدامهم لويس. وخضبوا بعض جيشة. فانقضى العرب عليه. برضو قتلوا رجالته بيبيدوا رجالته. زي ما اباده رجالة اخوه دارته. لحد ما جيه الليل. وحجز ما بين الفريقين. الليل انقض لويس واللي معاه. فركبوا الظلام وهربوا. شجرة ضر طبعا منتصرة. جلست بقى تشكر ربها. وشكرت بيبارس. بتقول لي بيبارس انت ارضيت مولاي السلطان وراضيت الكرامة والبسالة. وبتبص كمان لعز الدين ايبك دول المماليك. بيبارس. وايبك. واقطاي وغيرهم. شكرتهم على الشجاعة والاقدام. بس تركزت شوية مع ايبك زي ما تكون بتخطط لحاجة معينة. وبتقول له امتى هننتهي يا عز الدين عز الدين ايبك. امتى هنخلص من الفرنج الاشرار دول. فبيبرس بيقول لا احنا تحت امرك. سيوف نرهنا اشاراتك. فبتقول له في سيقة كده وسرور. بتقول له لا احنا بكرة نحتفل. وبعد بكرة بقى نحط خطة الهجوم ان شاء الله. وفي الفصل اللي بعده الفصل اربعتاشر كان توران شاه وصل. كان جاي منين من حصن كيف? واول ما وصل المنصورة اعلنت شجر الضر خبر وفاة السلطان. يبقى امتى اعلنت شجر الضر خبر وفاة السلطان? عندما وصل توران شاه الى المنصور. واعلنت توليت ابنه توران شاه خلفا منه. اخلت يدها بالامر? لا. لم تخلي يدها بالامر. ليه? لان توران شاه لم يكن له. كان كل هم ه? شهواته ومتعيته. بس. علشان كده لم تخلي يدهم الامر. يبقى زين نعرف دلوقت كيف بدأ توران شاه? عمله. وايه السقطات? ايه مظاهر فساده? ايه السقطات? اللي اغضبت الامراء منه. بيقول لنا ان بدأ عمله بسقطات اهو. يبقى كيف بدأ عمله? بدأ عمله بسقطات اغضبت الامراء. وما لقت القلوب حقد عليه. وكمان بعت لشجر الضر بيطالبها بفلوس ابوه. بمال ابيه. وبيحسبها غلي صرفيته. على ما انفقته في غلزة وجفاء. مش مقدر لها مواقفها المجيدة. وما بازلته من جهد في حماية الوطن. والامراء بيقوله الشجر الضر في تزمر. وما الرأي في هذا السلطان? ليس هو الذي يدبر الامر في المواقف ده. ده ما ينفعش. بتقول لهم اليس الوطن او لا? احنا نفكر في الوطن دلوقت. ننسى كل حاجة. وبعد النصر نشوف الموضوع ده. بيقوله الشجر الضر لو ده موقفه. والمعركة شغالة. هيعمل ايه بعد ما الحرب تخلص? فهي بتقول وواجهها ينطق بما فيه صدرها من الالم. هي حزينة. بتقول بقى يا ربنا يتصرف. مدبر الليلة والنهار يتصرف يا بيبرس. ربنا هيساعدنا زي ما ساعدنا ان احنا نتخلص من دارته. قادر يريحنا كمان ويبعد عننا الازى والحزن. سبنا من ترانشة وخلينا في المعركة. اخبرني عن الخط. عايزين نعرف بقى خطة بيبرس. بقى بيقول لها خطة. خطة بيبرس. بيقول لها خلاص. احنا هنصنع السفن. يبقى صانع السفن. وهنحملها مفكاكة. يبقى حامل السفن. مفكاكة او مفصلة الى بحر المحلة. وهناك يتم تركبها. وتتشحن بالرجال والزخيرة. وتوقف في طريق السفن بتاعة الفرنج. اللي جاية بالميرة. اللي جاية بالاكل من ضمياط. السفن بتاعة الفرنج جاي منين? من ضمياط. وفيها لايه? الاكل. فبيقول لها احنا السفن بتاعتنا هتوقف قدام السفن. اللي راح بالاكل. ناخد منهم الاكل والويس يموت واللي معاه من الجوع. لو ركب راسه وما استسلمش. فرحت طبعا شجر الضر. وكانت وطيب خطر الامراء. وبتقول لهم اجيلوا بس اللي في نفسكم من ناحية تورانشة. لحد بعد ما ننتصر. وبعد كده يعني بمعناها بتخلصوا منه براحتكم بعدين. وفعلا خطة بيبرس نجحت. ومراكب الفرنج جاية من ضمياط. محملة بالزاد. فطبعا هجمت عليها السفن المتربصة لها. فبيقول لها الاخبار بقى بيقول لها احنا اخذنا مراكبهم لاتنين وكام? اتنين وخمسين. خدوا لاتنين وخمسين مركب بتوعهم. اخزة رابية. وقتلنا كمان نحو الف. وخدنا مغانم كتيرة. وبيقول لها بعدها وصلت مراكب الفرنج بالميرة كثيرة تاني. فالتقت بهم السفن. وقضينا عليها جميعا. لم يفلت واحد من رجالها. وكانت كام? اتنين وتلاتين مركب. يبقى مرة اتنين وخمسين. ومرة اتنين وتلاتين بيقول لها منها تسعة شوان مراكب كبيرة. ولويس طبعا كان محتار متفزع بتدور بها الارض. عايش في مجاعة. فيش اكل بيوصله. عايش في مجاعة. بياكل هو وجنوده الحشائش والاسماك وجزور النباتات. عاملين زي الحيوانات اللي بتتقمم بتاكل القمامة. الجيش الفرنجي بقى مهدد بالفناء. مرات لويس حزينة بتبكي حظها وبتمدب جوزها. الوقت ما طولش وجات الرسالة. جات الرسل من عند لويس زليلة. لويس بيعرض الصلح. بيعرض الصلح مقابل ايه? بيقول انا هسيب دمياط. هترك دمياط. وارجع باللي معايا من الجيش. مقابل بيت المقدس وبلاد الساحل من الشام. ده كمان بيتشرط. فالمندوب بتاع مصر اسمه بدر الدين. مندوب مصر صاح في وجه مندوب الفرنجيس اخيرا. بيقول له ايه اللي بيعرضه لويس ده? ماذا يعرض? وازاي يتهايقلو? كيف يخيل اليه? ازاي يتهايقلو ان احنا هنوافق يعني. هلم يعلم هو لويس ما يعرفش ان مصر عندنا زي بيت المقدس زي غيرها. سالس الحرمين والقبلة لقول للمسلمين. بيقول له احنا مش هنسيب شبر لا في مصر ولا في القدس ولا في ارض الشام. قلوله دمياط زيها زي القدس. وبلاد العرب كلها وطن واحد مش هنفرط في جزء منه. فليزوق الحمام يدوء الموت بقى ويسكن مصر. في قبور مصر. فرسول لويس رجع بيوصف له اللي شافه واللي سمعه من عزم العرب. فلويس ما لقاش مفر غير انه هو ينسحب. الفرنج بينسحبه الى دمياط بيتحركوا في سرعة الريح. موشا وفرسان بيجروا زيول الخيبة. والسفن بتاعتهم ماشية في النيل جنبهم لحد ما رجعوا تاني وصلوا فرسكور. المسلمون وراهم هجموا عليهم وبيبرس برضو كان له دور كبير في الهجوم عليهم والقضاء على الفرنج. وهرب لويس التاسع ملتجئا كان مستخب في قرية اسمها مونية ابي عبد الله. ده فين دي على الشاطئ الشرقي لفرع دمياط. ما بين فرسكور وشر مساح. هرب الجبان بنفسه وسايب وراه تلاتين الف من الضحايا بيتساقط الطائرة على جسسهم. والاخبار دي كلها بيبعتوها الشجر الضر بيقول لها في النهاية استسلم. استسلم لويس هو اللي معاها رفع قوديهم في الزلة بيطلوبوا الامان ويستسلموا. فبتسألهم طيب عملتوا في ايه? بيقول لها ده احنا خلاص ده اسير اسير خدناها اسير في دار ابن لقمان في المنصورة. بيقول لها في دار ابن لقمان يا مولاتي اسير زليل يرصف في الاغلال. بتقول لهم ده مسكين ده كان بيجاهز نفسه علشان يكون ملك مصر والشرق. وكان بيوعد مراته. لذلك الملك بيقول لها شجر الضرة هتبقى الجارية. بتصخر. يبقى فين لويس? في دار ابن لقمان. في المنصورة. من اللي بيحرصه? التواشي صبيح. طيب فين اخوه? انجو وبوتيه. برضو محبوسين معاه. اسرة في القيود يا مولاتي مع الاسرة. بيلعنوا. بيلعنوا اللي فكر واللي دبر واللي اشار. بيتمنوا ان هما يدفنوا مع اخوهم دارته الذي لقى حدفه بسيوفنا ويرتاحه من العذاب والزل ده. طيب بتقول لهم برضو واين السلطان العزيز توران شاء? قالوا لها موجود في فراسكور يا مولاتي. بيعمل ايه? عايزين نعرف بقى مظاهر فساده. مظاهر فساد توران شاء. اهو غارق في لهوه ولعبه. يعزل ويولي. وينحل امراء الابطال. ورجال الدولة المخلصين. يقدم الطائشين من حاشيته اللهية. يفرق الاقتعاط الاراضي بغير حساب. ويتوعد المصلحين بالقتل والافناء. وانتهت المعركة بيننا وبين الفرنج ومش فاضل غيره يا مولاتي يا شجر الدور. فضحكت وكانت دي الاشارة ان انتو اخلاصوا منه. كانت ازانا ببتء العمل فانصرف الجنود الى رايحلو. كان في فراسكور. اقتحموا على توران شاء البرج في البرج الخشب بتاعه. وضربوا بيبرس بسيفه قطع اصابعا. يبقى بيبرس قطع اصابعا. اتلوا. لا. فلم يصعد مطلعوش راحوا جايين مولعين في البرج كله. هو ما لقاش مفر غير ان هو يرمي بنفسه في النيه. فسبح المماليك اليه. كان قدامهم اهو اقطاي. اقطاي هو اللي اتلوا. ادر يوصل لتوران شاه وضربوا ضربة اطاحت برأسه. وطرك جسيته تهوي الى اعماق الماء. وبدأوا يفكروا في الملك الجديد بعد توران شاه. وفي الفصل الاخير بعد مقتل توران شاه خال عرش السلطة. خلاص ما بقاش فيه سلطان. اجتمعوا الامراء ورجال الدولة بيتشاوروا. ما طالش بهم والمجلس اتفقوا ان مين يكون السلطان شجر الضر. توليد شجر الضر حكم مصر. تنصبها ملكة لمصر. بس هم كانوا بيتسألوا ازاي بقى هتخرج للناس? وتواجههم. لانها الاول كانت بتصدر الاوامر فينفزوها. وهي من خلف الحجاب. بيقول لهم هتعمل ايه دلوقتي هي بقت الملكة? هتعمل ايه? هنرضى بالصفور يعني وتقلع الحجاب تلقي الحجاب? ولا هتحكم من ورا النقاب? ايه المشكلة? كيف ستخرج شجر الضر الى الناس? طيب وايه الحل? قالوا ان الحل ان هي تعين واحد. تقيم واحد من الامراء بينها وبين الناس يتحدث باسمها. ويبلغهم اوامر. وينفز ما تريد. عجابهم الرأي. اتفقوا. تختار مين? قالوا لها هي اللي تختار بقى. طب هي اخترت مين? عايز الدين ايبك. اخترته ليه? لانه اكبر الممليك? لا. اخترته لانه اعظمهم? لا. اشجعهم? لا. ليه اخترته طيب? لانه سيكون في يدها طوع اراداتها تحت امرها. هتقدر تسيطر عليه. لانها رأت فيه من الطاعة ولين العريكة. وبكده تم تعين شجر الضر ملكة لمصر. وكتب بذلك الى ارجاء الدولة وفرحوا الناس. لان الناس فرحت باستقرار الامور. كانوا خايفين. هما كانوا خايفين ايه بقى? كانوا خايفين من ايه عندما خلع عرش السلطنة? طبعا الفرقة والانقسام. وشاكروا كمان شجر الضر ان هي بعدت الشر ده. واللي كان هيحصل لو خلع عرش السلطنة فترة اطول من ذلك. وبدأت بقى التهاني باليعسوب. من اليعسوب? اليعسوب اللي هي ملكة النحل. ويقصد بها هنا اللي هي شجر الضر. اليعسوب بدأوا يبركلها. وبدأت المنابر بتدعو لها صاحبة السطر الرفيع والحجاب المنيع ملكة المسلمين شجر الضر ام خليل. واتنقش وتكتب كمان اسمها على العملة. اجتمعت لها الامور. عايزين نعرف بقى هي كانت بتفكر فيه. ثم اخذت تفكر. عشان لما يجي يقول لك فيما اخذت شجر الضر تفكر بعد تنصبها. فكرت في ايه? اول حاجة. ملك الفرنج. هتعمل في ايه? اللي في دار ابن لقمان ده? اللي عامل زي الحرمية وقطع طرق. وفي الاسرة اللي معاه. وفي ضمياط والفرنج اللي فيها. وعايزة تهجم عليهم. وقعدت تفكر في الشام. واللي موجودين في دماشق وحلب الايوبيين. ايه رأيهم في توليها الملك? وقعدت تفكر فكرت في ورد المونة. نور الصباح. سوداء بنت الفقيه. عارفة ان دول عقارب هيتحركوا بالسم القاتل علشان يعملوا مشاكل. يحرضوا بنا ايوب على رفض الخضوع لها. والعمل لانتزاع الملك منها. وكانت بتفكر كمان في خليفة بغداد. لان البلاد مصر كانت تبع بغداد. تبع خليفة بغداد. فما ينفعش يبقى فيه سلطان من غير ما خليفة بغداد يوافق. لازم الخلعة دي عبارة عن موافقته. لا يتم السلطان لاحد الا بها. ولا يقر الناس. الناس مش هتعترف بالخضوع لحد الا بعد ما يمنحها. يمنح الخلعة دي لحد. ازدحمت الخواطر في راسها قعدت تفكر في حل لهذه المشكلة المعقدة. وهي في تفكرها جات لها رسالة من مين? رسالة جاية من ضمياط. من مارجريت. مرات لويس. رسالة توسل. تتوسل الى شجر الدر ان هي ترحم ضعفها. تطلق صراح لويس التاسع وتفرض ما تشاء من المال. طب ايه رد شجر الدر ايه رد فعلها? طبعا رقت. رقت شجر الدر للدموع المنهمرة. دموع زوجة لويس. وفقت ان هي تتفاوض معاهم مقابل تملى الخزين. تملى الخزنة بالمال احسن من الاسر. هاستفد ايه من الاتل? بتقول لهم وماذا تجدي? هتفيد بايه دم لو جرت انهار. احنا مش هنستفاد حاجة. وهما هيرخالوا باقسين ندمين وهيفرحوا بالنجاح من الموت المحقق. ووسط المندوب بان هما يقبالوا الفيدية. مشروطة الفيدية كام? ربعمائة ربعمائة الف دينار. ربعمائة الف. دي الفيدية. والفرنجي وافق. وبدافع الفيدية. فارحين طبعا فرحوا انه هتطلق صراحهم. بس كان عندهم مشكلة. انه هما ما معهمش الفلوس. جعلوا برضو قعدوا يتوسلوا لشجر الدر ان هي ترخم العجز ترخم عجزهم. وتخافف الفيدية دي. بيقول لها ما دم قبلتي ووافقتي تتكرمي تقبال النص الفيدية. النص معجل تاخد دلوقتي ميتين الف. وتاخد الميتين التانيين لما نوصل لما يوصلوا ايه? بعدما يسلمون بعد ما نسلمك دميات. برضو وفقت شجر الدر. واخذت عليهم المواصيك بالوفاء. ولما عرفت مرجريت فرحة طبعا وكفكفة مسحت دموعها وما عقبتش ما قالتش حاجة بسرعة جمعت المال. وفتشت عليه في كل مكان. ودفعت نص الفيدية. ومن الباب الكبير لدار ابن لقمان. تم اطلاق صراح لويس واللي معاه ما كانش مصدق نفسه. اتواش صبيح الحارس. بيبصلهم في صخرية. وقعدوا يغنوا لهم من كلام جمال الدين ابن مطروح. اتيت مصرا تبتغي ملكها. تحسبوا ان الزمرة يا طبل ريح. فقل لهم ان ازمعوا عودة لو جيتوا تاني لاغذي صقر او لفعل قبيح. لو هتجوا تعملوا حاجة وحشة. دار ابن لقمان لسه موجودة. دار ابن لقمان على حالها. والقيد باق وكمان الحارس والطواشي صبيح. كان ذلك النشيد الساخر بيتردد وتردد معهم شجر الضر رغم انشغالها بالمشكلات الاخرى التي بدأت تطلب رؤوسها وبخاصة من جانب الشام. والى هنا نصل الى نهاية احداث قصة شجر الضر. اتمنى ان انا كن قدرت اساعدكم. بتمنى لكم التوفيق في الامتحانات. لايك للفيديو. شاير الفيديو لصحابك عشان يستفادوا. شكرا لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.